لا إصلاحاتٍ اقتصاديةً عميقةً حقيقية في العراق بدون وقف الفساد والسيطرة على جميع موارد الدولة هكذا قال رئيس بعثة الصندوق الدولي في العراق توكير ميرزويف وكالة بلومبارغ في تقريرٍ لها نقلت عن رئيس البعثة تأكيده صعوبة ضمان الاستقرار الاقتصادي حيث هناك عقباتٌ عديدة تقف عائقاً حقيقياً أمام النهوض به وبحسب الوكالة الأمريكية فإنه يجب على حكومة الكاظم السيطرة على موارد الدولة والقضاء على الفساد المتفشي في مختلف قطاعاتها بالتزامن مع اتخاذ خطواتٍ جادة لتوفير الحماية الاجتماعية للفئات المتضررة من التدهور الاقتصادي ووفق بلومبارغ فإن عجز حكومة الكاظم تبلور بشكلٍ صريح بفشلها في تسديد رواتب الموظفين دون اللجوء إلى سلاح الاقتراض حيث رفعت الحكومة قيمة ديون العراق إلى مئة وستين مليار دولار لتخنق الاقتصاد العراقي بدلاً من إجرائها إصلاحاتٍ للأوضاع المالية وترشيد الإنفاق إضافةً إلى التخلي عن امتيازاتها المالية ونهبها المتواصل لثروات العراق يوماً بعد آخر تتكشف تداعيات الأزمة المالية ونتائج الفساد ونهب ثروات العراقي وكانت جائحة كورونا وانهيار أسعار النفط بحسب متابعين الشعرة التي قسمت ظهر الأحزاب الحاكمة وفضحت هشاشة الاقتصاد العراقي ووهنه أمام الأزمات الحقيقية جميع المعطيات على الأرض تؤكد دخول اقتصاد العراق في نفق مظلم لا نهاية تلوح له في الأفق القريب خاصةً مع إعداد ميزانية 2021 الغارقة بالعجز والديون وفرض الضرائب وخفض الرواتب وغيرها من الإجراءات الترقيعية في حين جاء قرار تخفيض الدينار بنحو ربع قيمته أمام الدولار ليجد المواطن العراقي نفسه محاصراً من جديد بمعدلات غير مسبوقة من الفقر والبطالة